كابتن شريف برضا أخذ وجهة نظرك في أولى المباراة الرسمية للناديل أهلي من حيث الشكل والمضمون طبعا أولا مبروك طبعا يعني نتيجة وتوفيق من عند ربنا كبير زي ما قال كابتن عادل أنا وأنا بتفرج حسيت إن كلنا قاعدين منتفرج على كولر النهار ده وبنتفرج على عابة الناديل أهلي والشكل الجديد اللي حيبتده بيه السيزون فحسيت إن فيه بس ثقة جبيرة جدا بين الكولر وبين اللعيبة مدي حرية أداء وهدوء للعبين كويس قوي إن هما زي ما قال كابتن عادل بيبحثوا إزاي يعملوا الباص السليم إن هما عندهم الاستحواز وعندهم من أول دياء هما اللي ضغطين المرعب هما اللي عايزين يبقى ليهم السطو على الجيم كله اللعبة من اليمين اللعبة من الشمال العرضيات مع وجود عنصرين جداد جدا زي سفي وزي شادي حسين رؤية مدير فني بس روح جديدة اسلوب جديد لو أنت بتتكلم على الناديل أهلي ولا بتفرج عليه فهتقول كل حاجة هو بيعملها الناديل أهلي إحنا حفظينها لا الفريق اللي لعب البداية دي كانت بداية قوية جدا بالنسبة لنا احنا مع السمعة الكبيرة اللي قالوها على الاتحاد المستيري إن احنا هنقابل الفريق هو التاني وهو القوي جدا إنما اسلوب اللعب بين الناديل أهلي ولعبة الناديل أهلي وثقاتها في نفسها خلت ليهم الاستحواز وخلت ليهم التمكن من غير زي ما قال كابتا عاد برضو ما شوفناش الشيناوي أعتقد في المباراة جل مراتين ثلاثة نعم الأداء حتى بتدى الشيناوي بقى بتكرة بتجيله بيبني بيبني هجمة بارتياحية بيدمي كل عاجة أكرم توفيق إدى روح كبيرة قوي بعودته وتمنياته دي هو متولي حنا أنا بعض أقول صفقة أكرم توفيق صفقة جديدة ناس توعدت واناك شايف أقعد أقول محمود متولي صفقة جديدة حسنا النهاردة أنه حتى محمود نفسه قال لك ندعي لهم كل أنهما واحد يعني الاتنين ما يطلعوش بإصابة بإصابة يعني ويبضلوا بعيدة من الصبر بإصابة أكرم أكيد أنه رجع للملعب من شهرين مثلا من خمس ستهم برياض فكان واضح جدا أن أكرم جاهز من فترة كبيرة عشان يشوفوا المنظر ده والشكل ده والصفقة دي والأداء ده والحرية في الملعب برضو ما غابش عني كتير في المباراة دي حسيت أن هو موجود وقاله فترة كبيرة رجع مضبوط أنا اتطمينت النهاردة على فرقة نادي الآية الحقيقة إحنا لما تققق رجعين من شكل معين وبترجع بهذا الشكل وبترجع بتقول رسالة كوية أو بتلعب في تونس أنت المستحوذ على مفاتيح اللاعب كله البنا عايز برضو الاتحاد المنستري ده السنة اللي فاتت يعني ده غالب آخر تلت ساعة آخر تلت ساعة خسر الدولي آخر تلت ساعة آخر تلت ساعة في آخر جولة يعني كويس يعني فرقة فرقة جيدة يعني ومن كان الترجي كمان يعني الترجي مش حال لحد يعني مش حد قليل إنما أنا سعيد بنفسي سعيد بسافيو في الأرض اللي بلعبوا عليها دي كان حاول يعمل كم حاجة بيعمل عايز يروح شوفنا فكرة عملها تلعبت ضربة سابقة كان هنجيب منها هدف براسه يعني عنده الرغبة في الدخول في منطقة الجزاء عندي نظرية دايما في تقييم شادي مثلا في ناس النهاردة تتفرج على شادي وتتفرج على سافيو وتتفرج على محمود متولي بيتفرجو على أكرم عودة الثلية مثلا عايزين يشوفوه بناس شكل السريتش اللي هو بيروح وعايز يبقى قريب من منطقة الجزاء فكان محوري أكتر الثلية النهاردة كابتن عادل بشكل بليميكر في حيث إنه بينقل الكورة بيحاول يجبها من على اليمين من على الشمال يبقى أداء واحد في نص الملعب بشكل عمود فكر للفرقة مزبوط يستلم ويسلم السليم وتعارف بقى على المدير الفني وتعارف اللعي بقى مع المدير الفني هو راجل عنده رؤية إسلام عنده شخصية كمان بعد الهدف الروح الحلوة الجميلة جدا كلهم راحوا يهنوا إذا في حب بين لا وهو لطيف حتى بدل بتاعلك محمد منعم خبطني كنت عايزة تديله إنذار فهو راجل الراجل جميل ودخل بسرعة وحفظ اللعب والكوتشي الجايد اللي هو يعرف على رأي بتعود دهب يقولك كوية اللعب لجاكله عملي ذا يقولك أنا عرفت اللعيب ده أقدر أخذ منه أحد بتاع دهب بس يعني من سميه جواهرجي يعني المدارب كويس جواهرجي يعرف يصنف اللعيب اللي عنده كويس قوي ويعرف إميتهم ويعرف شغالهم عنده دكة كمان قوية جدا هو ده اللي بنقوله آه يعني عنده ناس لو النهاردة مش متوفق شكل معين زي عبدالقادر مثلا بياخذ وقت بقال ما بيخش كفورمة كفتك الفيتنس كبدني طهر المحمد طهر النهاردة الحقيقة قد فوق الوصف لما بتبقى الفرعة إسلام كلها كويسة كل العناصر بتبقى جيدة يعني أنا شادي مثلا أنا بتخيل لو بيلعب جنبه آآ محمد شريف أو بيلعب جنبه حسام حسن أعتقد أنه هيحصل سويتشات وهيحصل تحركات وهيحصل أنا أنا بشوف مش حدي تقييم لشادي وهو طوله أربعة اثنين ثلاثة واحد دي يا كابتن أنا بالنسبة أربعة اثنين ثلاثة واحد دي في تقييم لسترايكر حرام بظلمه وفي نفس الوقت لازم علي معلول ده يبقى سوبر علي معلول عبدالقادر سوبر عبدالقادر عشان شادي ده يبقى كويس قوي مظبوط زي ما عملنا في أول ربع ساعة من ناحية محمد طهر وابتنين نعمل عرضياته هو أكرم هو ده اللي حيشغل استرايكر بتاعي إنما بيبقوا فيه اتنين وشادو استرايكر كمان بيخش ياخد كل العين على استرايكر الأساسي بتاعي هيبتوا فيه حاجات بتيجي بقى زي يبقى خلاص المطش ده خلص النهار ده إنه فيه أكيد حاجات هو هيشوفها وهيحاول ينفذها عن طريق العناصر القائمة اللي عنده